بمنازلة الشاكل الحركة كانت فيه الرئيس دعا للحوار الوطني وأهمية الحوار الوطني شايف ده ازاي وأهميته في التوقيت ده بالذات قبل ما اتكلم في الحوار الوطني الحقيقة ودي نقطة مهمة لكن اعاوز اقول المسبق بتاع السواب لأنه احنا اتكلمنا اولا في مجلس الوطنية وقبل الاستراتيجية الحقيقة كان فيه فئات معزولة او ممنوعة من حقها السياسي في التشريع في المجالس النيابية في الوظائف في غيره اللي هو المرأة، الاقباط، زو الهمن يعني خلينا نقول انه احنا بنتكلم في استراتيجية الحوال الانسان لأنه استراتيجية المصرية لحوال الانسان مكانت مصر بتتكلم فيها مفيش نقط منفصلة عن غيرها لكن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ده جوز مهمة قوي من حوال الانسان لما بنتكلم فيه من ساق العالمي لحوال الانسان ماهواش حاجة واحدة ممكن بعض الناس بتتمسك بنقطة وهانقات كلها مهمة بالمناسب تكلم في الحقوق السياسية حق الرأي والتعبير لا تنفصل على حقوق الاقتصادية والاجتماعية لأنه لما بتبقى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مش موجودة لو واحد فقير احنا كنا بنشوف الناس بيتشيري أصواتها اللي هو فكرة شراء الإرادة أنا بحرر إرادة المواطن بحيث يقدر يتخذ قرار مهم فالاستجارة الوطنية اللي حول الإنسان فيها التصور الشامل لحول الإنسان هو اقتصادية فكرة أنه تبقى المرأة ممثلة ينزلوا انتخابات ما كانوش مديل حتى فيه ناس مفكرين سواء أقباط أو مسلمين الفكرة هنا احنا شعب واحد اللي هو المواطنة لكن الحقيقة كان فيه ناس معزولة كان ينزل ينتخب يترشح ما ينجحش مش بس في السلطة التشريعية جمعين موجودة دائما في السلطة التنفيذية وده النقطة اللي قبل 30 يونيو اللي هو دخلنا في اصدام واحتراب أهلي عشان كده احنا بنقول النقطة يا جماعة مش بس أنه الموضوع اقتصادي واجتماعي أقدر أتحمل الاقتصادي والاجتماعي لكن ما أقدرش أتحمل الاحتراب الداخلي فقدان البوصلة والدخول في صراع يدمر نواة الدولة أنا بنقول دولة ديمقراطية حديثة هنعمل الديمقراطية دي في دولة ولا ما فيش دولة لو في دولة وفي ناس متماسكة قادرة على ده عشان كده أنا بقول الاستراتيجية الوطنية حول الإنسان بتشمل حتى حساب الحكومة الرضا فكرة جودة الحياة بقى فيه مجموعة من التعبيرات جودة الحياة أنا من حقي مش بس يبقى عنده ميا لا ميا بكفاءة جيد بقى عنده صرف الصحي بكفاءة جيد بقى عنده كهرباء بكفاءة جيد يوه هعمل مشروع صغير هندي مقاومات قوة دولة الشاملة اقتصادي والسلسل العسكرية الحوار الوطن هنا عشان كده احنا بنقول ايه نقدر نطمئن ان احنا ان الدولة ماشية في سياق الخطو خطو اه كان فيه صراعات وكان فيه شائعات وكان فيه خلافات وكان فيه ارهاب صعب في هذه الحالة ده هو ده غير استثناء بتعمل معاه بشكل غير استثناء والحقيقة قوات المسلحة والشرطة المصرية خدوا معركة مهمة جدا قوات المسلحة الارهاب ده مش تهديد منظم جيش قدام جيش وخطط وغيره ولا هو قواعد الارهاب لا عنده قواعد ولا عنده اخلاق ولا عنده يضرب مدنيين فالقوات المسلحة بتتعامل بجراحات انه كان ممكن نخلص ده في شهر او شهرين او ثلاث لكن انا عندي مدنيين وعندي ناس كانش فيها عدو واجه الواجه يمكن فدي نقطة ما تنفصلش كانت الخطر الحقيقي بيبقى فيه عبوة مفخخة او قناص بيحاول يستهدفك من على بقى ثلاثة كيلو فانا بقول انه فكرة الارهاب مواجه الارهاب ما بتنفصلش فكان موضع استثناء ومنصات شائعات التشكيك ده اسوأ حاجة في الدنيا وده نشوفه في التاريخ وفي الحروب وفي الحروب العالمية لهو كسر فكرة الثقة فده كلام مهم فاحنا من خلص كان في وضع استثنائي ووضع صعب كان يستلزم بعض الاجراءات اللي انا منفعش بقى انا بحارب وفي ارهاب وفي تهديد وده ارهاب مش بنقول عليه فزاعة لانه فكك دول حوالينا مش ترجع او هتاخد وقت على ما ترجع ويعاد اعمارها الحمد لله مصري ناجت من هذا المصير بفضل قوات المسلحة والشرطة وبفضل الحقيقة تماسك الشعب المصري وادراكه الشعب المصري اللي انطفت في 30 يونيو انه حس انه موضوع مش اكل وشرب بالمناسبة واقتصاد ممكن اتحمل كل ده وفي الحروب استحملنا لكن فكرة ان انت تحولنا الى الضاب احنا وهم انه هو شعب وشعب وشيعة وسنة وده مش موجود مسحيين ومسلمين لا فالاستراتيجية الوطنية لحول الانسان وانطلاقا لفكرة الحوار الحوار جاي في وقته وضع صعب فيه اصلاح اقتصادي وفيه كهرباء وفيه صناعة وفيه طرق وفيه كذا بتطبق النهار ده انا بقول فيه تنوع بقى في الاراضة الحوار الوطني لا يعني انه احنا ناس ضد ناس لكن يعني اننا متنوعين مفيش حد ربنا ما خلقش الناس كلها حاجة واحدة لكن التنوع فيه سياق انه وحدة الوطن لا وحدة الاراضة بمعنى انه انه ان احنا عندنا اهدف واحدة محدش هيختلف على فيروسية محدش هيختلف على الصحة محدش هيختلف على أهمية الطرق والمحاور والنقل العام والمترو والقطر مش هختلف على الزراع يعني احنا ممكن نختلف في بعض التفاصيل بنت هنروي بالتنقيط ولا هتنروي بالراش هنزرع المحاسوب ده الزراعيين يختلفوا فيه الاقتصاد الاقتصاديين ممكن يختلفوا فيه. في السياسة العامة نستطيع أن ندير خلافتنا في الآراء حوالي تنوع واحد. وزي إحنا بنضرب مثلا بالدول الديمقراطية. لما بيبقى فيه أزمة حقيقية. ما بيبقاش فيه هنا بقى ناس ضد ناس. بيبقى فيه تنوع في الآراء حولها نفس الشيء. لما بريطانيا أو الولايات المتحدة بتخوض حرب. وإحنا شايفين حرب روسيا وأوكران. شوف الدول. مدى بدرجة التنوع في الآراء درجة الاتلافات. النتائج إيه بقى بتوقعت حضرتك إيه؟ إن أنا في إسرع بخوضه إيبقى أنا بتوحد في ده. المخرجات. طد. النتائج اللي حضرتك بتتوقعها من الحوار الوطني. أهم حاجة في رأيي هو فتح المجال لإنه الناس تتناقش. يعني ظهور الناس في الفضائيات والناس بتتكلم لإنه ممكن بعض الناس تضع خريطة واسعة أول للحوار الوطني. إحنا نناقش كل حاجة. طب إحنا بنقش كل حاجة. فيه موسات تشريعية وفيه فضائيات وفيه إعلام. لكن هل الخبراء هم الذين ينقشوا الخبرة؟ يعني في الطب الأطباء مهم يبقوا موجودين. في الزراعة الزراعيين. في البيطارة البيطاريين. في التعليم بتوع التعليم والمعلمين لازم أسمعهم. هو ده في رأيي. القصد إنه يبقى حوار سياسي فقط حوالين السياسة شكل الأحزاب وشكل الأداء السياسي مع أدوات التواصل والمنصات والتطور التكنولوجي. اختلف في العالم كله. أظن إنه شوفنا بريطانيا في البريكز. شوف الولايات المتحدة في الانتخابات الأخيرة. مختلفة عن الانتخابات السابقة. والأسبق. إحنا بنتكلم على اختلاف بسياق الأداء السياسي. لكن اللي إحنا بنقول عليه إنه نصل إلى التدرج زي برة. التدرج فيه إننا بنحتفظ بنسبة تنمية ونسير في اتجاه واحد. دايما إيه؟ لو مشينا في خط مستقيم مع تراكم. مصر دايما كان بحصل عندها انقطاع. ماشي نزجزج. نحن نمشي في خط مستقيم. الحوار ينجح حينما نكون هناك الناس على قدر المساواة. خروج الناس من المحبوسين. لو ما محسوبين على بعض. يعني هو دائما وآبدا الاختلاف في الفكر لا يفسد للوطن قضية. مصر فيه الجمهورية الجديدة هي أكثر استقرارا. أكثر أمنا. أكثر قدرة على مواجهة التحديات. وأيضا أكثر قدرة على استعاب كافة الأراء السياسية. لكن ما ينفعش اللي أنا أقاعد في حضرة الكاتب الصحفي على الأستاذ أكرم القصاص. وما أخذش من حضرتك بقى عنوان للثمان سنوات الماضية. أنا شايف الحقيقة أنه أنه مسميها مصر تخرج إلى المستقبل. يعني مصر بتتاجه. وفيه ترقومات على مدى عقود فيه مشكلات كثيرة. كل ده الملف ده بناخد مصر للمستقبل. لأنه المستقبل هو الأهم. المستقبل هو 60% شباب بيشوفوا. بنبدأ نعمل مشروع تعليم عشان المستقبل. التأمين الصحي ده عشان المستقبل. صحيح. مش بنقول نهمل الحاضر. لأن الحاضر تخرج إلى المستقبل. لكن الحاضر هو اللي بيقودنا للمستقبل. وذلك لازم نزبط دم عدم. مصر تخرج إلى المستقبل بقيادة سياسية حكيمة تتنبأ بالأزمات وتؤمن احتياجات الأجيال القادمة.